من أصعب المشاكل التي تواجه الإنسان في الحرب هي إنتاج الغذاء فيتجه إلى الزراعة ليجد ما يسد به جوعا ويظن الجميع أن النباتات تحتاج إلى إسمدة ومبيدات كيميائية وكميات هائلة من الماء وعمليات زراعية صعبة لتنجح وتنتج إلا أنها لا تحتاج سوى لتربة وبذور والقليل من الماء والعناية استمعوا لنهاية الفيديو حتى تتعرفوا على كيفية الزراعة في ظل الحرب والحصار بأبسط الإمكانيات واشتركوا بقناة ورقة ليصلكم كل ما يفيدكم في عالم الزراعة بداية سنأخذكم بلمحة تاريخية إلى تاريخ الزراعة وقت الأزمات في أوائل التسعينيات وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي والحصار الأمريكي على كوبا واجهت كوبا منعطفا حادا في توفير الأمن الغذائي للمواطنين لعدم القدرة على استيراد الغذاء والمبيدات والأسمدة فقام الفلاحون في كوبا بتاسيس الحركة البيئية التي قامت بتوجيه المزارعين نحو الزراعة البيئية التي تعتمد على الموارد المتجددة والحفاظ على عناصر البيئة وتسبب هذا الحراك بنهوض كوبا وتحويلها من دولة ضعيفة مستوردة للغذاء إلى دولة ذات سيادة على الغذاء الآن ما هي الزراعة البيئية وما هي خطوات إنشاء مزرعة بيئية الزراعة البيئية نظام شامل لإدارة الموارد الطبيعية الزراعية والإنتاج الزراعي ويحافظ على سلامة النظام البيئي الزراعي بما في ذلك التنوع البيولوجي تعتمد هذه الزراعة على استخدام العمليات البيئية والتنوع البيولوجي والدورات الزراعية التي تناسب الظروف المحلية بدلا من استخدام المدخلات ذات التأثيرات السلبية على الإنسان والطبيعة تعد الزراعة البيئية أحد ركائز السيادة الغذائية وخاصة في سياق التحرر الفلسطيني الساعي إلى الانفكاك عن التبعية للاحتلال كما أنها توفر الحماية للنظام البيئي الطبيعي الفلسطيني يوجد العديد من الطرق والسمات للزراعة البيئية وسنكتفي بذكر أهمها وإذا أردتم التعمق في الزراعة البيئية لا تترددوا في التواصل معنا تصميم المزرعة البيئية يجب تصميم المزرعة بشكل يضمن استدامتها ومن أحد تصاميمها هي زراعة المساطب نحفر ممرا بعرض ثمانين وعمق أربعين سانطي نقوم بوضع أول طبقة من الخشب والأغصان لحفظ التهوية داخل التربة والحفاظ على الكائنات المجهرية المفيدة ونضع فوقها طبقة من القش ثم طبقة من روث الأبقار ثم طبقة من الفحم لتعزيز التربة بالكربون ثم طبقة من المخلفات العضوية من أوراق الأشجار أو الفواكه والخضروات التالفة ثم نعيد طبقة التربة وهكذا تكون المصطبة جاهزة للزراعة وبعد الزراعة نضع فوقها القش لحفظ الرطوبة والتقليل من الأعشاب ونراعي وجود مسافة بين المصاطب لا تقل عن نصف متر للحركة بين المصاطب وفي حال نمت الأعشاب يمنع قلعها بل يجب قصها فقط للحفاظ على الكائنات الحية النافعة في التربة ومن أساليب الزراعة البيئية الزراعة المتداخلة والدورة الزراعية الزراعة المتداخلة هي تقنية تتضمن زراعة مجموعة من المحاصيل المختلفة في نفس المساحة الزراعية بحيث يتم استغلال خصائص بعض النباتات أو علاقة بعض النباتات ببعضها التي ينتج عنها تفاعل إيجابي يزيد صحة النظام البيئي ويحقق فوائد متبادلة بين النباتات وتزرع المحاصيل المختلفة بالقرب من بعضها البعض بشكل تكاملي وبدون أي منافسة فيما بينها كما وتعتبر إحدى وسائل المكافحة الحيوية حيث تقلل من انتشار الأمراض والحشرات من خلال زراعة النباتات المختلفة والمتنوعة بشكل متداخل كما أنها تساهم في عملية التلقيح من خلال توفير المصادر الجاذبة للحشرات النافعة والمفيدة وبالتالي زيادة إنتاجية المحاصيل ستجدون جدولاً لأنواع النباتات التي يمكن زراعتها بالتداخل في الوصف الدورة الزراعية هي نظام تتعاقب وتتناوب بموجبه المحاصيل المزروعة في مساحة محددة من الأرض وخلال فترة زمنية محددة وتهدف إلى الحفاظ على المادة العضوية لضمان خصوبة التربة والاستغلال الأمثل للعناصر الغذائية حيث إنه هناك تنوع في استهلاك العناصر الغذائية الموجودة في التربة من قبل النباتات الزراعية المختلفة وإن زراعة البقوليات في الدورة الزراعية يزيد من مخزون عنصر النيتروجين المتاح في التربة للمحاصيل التي سيتم زراعتها لاحقاً لنأخذ مثالاً يوضح كيفية عمل الدورة الزراعية على أرض مساحتها أربع دنم نقسم الأرض إلى أربع أقسام ثم نقوم في العام الأول بزراعة كل قسم من الأقسام الأربعة بصنف مختلف عن الآخر كما يلي القسم الأول نزرعه خضارة مثمرة القسم الثاني بقوليات والقسم الثالث ورقيات والقسم الرابع خضروات جذرية وفي العام الثاني نقوم بتبديل أماكن زراعة الأصناف بحيث نزرع القسم الأول خضروات جذرية والقسم الثاني خضروات مثمرة وتستمر المداورة لأربع سنوات فيكون كل قسم لم يزرع بنفس المحصول لمدة أربع سنوات هذه المعلومات قطرة من بحر الزراعة البيئية أتمنى أن يكون الفيديو مفيدا لكم أما مكافحة الحشرات في الزراعة البيئية سنشرحها لكم قريبا في فيديو آخر لا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك